أعزائي الأوكرانيون والأوكرانيات أتمنى لكم صحة جيدة اليوم مخصص لعملنا الدولي النتائج التي تحتاجها أوكرانيا في شهر مايو ويونيو نقوم بإعداد سبع وثائق أمنية جديدة أخرى لبلدنا اتفاقيات أمنية تنائية وعلى وجه الخصوص الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأسلحة والتمويل والمشاركة السياسية وعملنا مع الفريق اليوم على التفاصيل المحددة لهذه الوثائق وبعضها وضعنا بالفعل النص الأولي لهذه الاتفاقيات وكل اتفاقية سوف تدعمنا هذا العام وفي الأعوام المقبلة ومن خلال البنية الأمنية للفترة التي تسبق الاندمام إلى حلف شمال الأطلسي إننا نملأ مسودات الاتفاقيات بفرص أقوى لأوكرانيا ولأمننا المشترك مع الشركة ومن الواضح أن الأولوية الخاصة تعطي لكل من شأنه أن يوفر حماية أكبر ضد الإرهاب الروسي ثانياً هو الاتجاه الأوروبي وكما هو الحال في كل مرحلة سابقة من التكامل مع الاتحاد الأوروبي فإن الكثير يعتمد على نشاطنا وقد نفذت أوكرانيا بالفعل الجزء الخاص بها من الالتزامات بشكل كامل حتى تتمكن من البدء فعلياً في مفاوضة الاندمام في شهر يوليو حزيران المقبل ونحن نعمل حتى لا يكون هناك أي تأخير أو سوء فهم من جانب الاتحاد الأوروبي كل التفاصيل، جميع الخطوات، جميع جوانب الاتصال نحن نستعد مع فريق من الدوليين لدينا وأشكر كل من يساعد ويجب علينا هذا العام أن نحافظ على الوضع ونحقق أهدافناً جديدة في كل اتجاه من الاتجاهات الاستراتيجية الاتحاد الأوروبي، البداية الفعلية للمفاوضات وتقاربنا هو أحد هذه الاتجاهات وبالطبع قمة السلام العالمية وهي القمة الأولى من نوعها القادرة على بدء حركة حقيقية نحو السلام العادل نحن نستعد لهذه القمة وهذا الحراك جنباً إلى جنب مع الجانب السويسري لقد اتفقنا اليوم على اللمسات النهائية ونعمل بأكبر قدر ممكن من النشاط لضمان حضور أكبر عدد ممكن من القادة والبلدان في القمة وهذا أمر أساسي يمكن للعالم أن يوقف أي معتد وإذا تصرفنا بشكل متحد وطبقنا قواعد الأغلبية فلن يتمكن أي عدوان من السمود أمام الضغوط الدولية العالمية الحقيقية وعلينا جميعاً أن نجبر روسيا على صنع السلام سيكون هناك الكثير من العمل الخاص وغير العام مع الشركاء في الأسابيع المقبلة لجعل القمة مكتملة بالفعل وشيء آخر لهذا اليوم اليوم أجريت عدة تغييرات في موظفين جهاز الأمن الأوكراني واليوم أيضاً أريد أن أشكر القسم التاسع من وكالة الاستخبارات العسكرية على الدقة في العمل والحرس الوطني لدينا وكل من هو في الخطوط الأمامية والكل من العناصر الأخرى من قوات الدفاع والأمن في أوكرانيا بأداء المهم القتالية بشرف كبير شكراً لكم شكراً لكل من يناضل من أجل أوكرانيا ومن يقوي أوكرانيا ومن يساعد أوكرانيا على تقريب عملية استعادة العدالة العدالة والسلام المجد لأوكرانيا ترجمة نانسي قنقر